لا تنسى الاشتراك في القناة ومن ثم تفعيل الجرس وايضا ادعمنا باللايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم جميعا حلقة اليوم باذن الله انا اتكلم على شجرة ممتازة جميلة في وطننا العربي وانا بحب اقول تايما وطننا العربي ان في بعض الناس قلتلي انت ليه بتقول وطننا العربي كتير اقولك ان احنا مجتمع يجمعنا اللغة العربية الجميلة بيجمعنا حطارة عربية جميلة بغط النظر عن الحضارات السابقة زي الحضارة الفرعونية والبابلية والاشورية الفينقية حمير كميع المزيغ يعني احنا وطننا العربي يمتاز بجمال حضاراته السابقة فالحضارة العربية انا باعتبرها اخر حضارة قيمة على وجه الارض ما بعدها تأليد اعمى للحضارة العربية دي مقدمة لازم اوي انبه عليها لكل الناس ان انت تفتخر ويكون عنتك كده شموخ وعزة نفس ان انت تنتمي للوطن العربي بغط النظر عن تولتك ايه بس انت تنتمي لجسد واحد اسمه الوطن العربي ما في فرق ما بين سوداني مغربي اردني يمني عراقي كويتي كلنا واحد المقدمة دي مهمة جدا جدا ان احنا لازم نكون وعيين ان القناة اللي انا عملها دي قناة لكم انتو قناة للمستقبل بتاعكم قناة عايز لما موت باذن الله اسيب حاجة بعادية تكون مددولة ويقولوا في نباتات معينة اتكلم عنها شخص معين ممكن ان احنا اشتفت بها سواء نباتات منزلية احنا الحمد لله النهاردة في اوائل 2020 الحمد لله قناة فيها بنهاية 2019 كان فيها 325 حلقة تتكلم عن الانواع الاسمية العضوية والكيموية بتتكلم على النباتات الطبية والعطرية نباتات الصحراوية الاشجار الخشبية الزراعة المنزلية الزراعة الحقلية كل حاجة تحتهيها لغاية دلوقتي موجودة في القناة وما زلت ومستمر باذن لغاية لما ينتهي الاجل بتاعي واموت باذن الله واسب لكم الحلقات دي لكم انتو انا اشف على الاطالة المقدمة لكن احب هنوح علىها انا فرحان بكم فرحان ان انا وصلت الاربعة وستين الف مشترك في القناة فرحان ان انا عنتي مجمل التلتمية خمسة وعشرين حلقة اتفرج عليها او شاهدها تلاتة مليون وربعة جميل ممتاز مش عايز اكتر من كده انا عايز بس الرسالة بتاحت توصل للمجتمع العربي حلقة النهار دا نتكلم على شجرة الصمد شجرة الطلح السمغ العربي القرد شجرة ممتازة جدا معمرة مستديمة الخضرة الورقة بتاعتها بالشكل الجميل ده وفيه برضو لازم اقول لكم ان التصنيف النباتي تصنيف كبير جدا جدا ففيه ناس كتيرة بتطلقبط ما بين البوانسيانا والجاكرانتا والغاف والغويف والمسكيت ان الورقة بتبقى متشابهة لا لما تيك تبص على النبات لازم تبص على الشكل العام للشجرة زي ما انتوا شايفين اهو الشكل العام للورقة الشكل الزهرة لونها شكل البزرة وشكل الصمرة بتاعتها تمام دي لازم النقطة تي نكون واضحين بيقاتي الزهرة بتاعتها بالشكل الجميل الممتازة لونها مصفر كده وعطرية وجميلة تنفع للنحلين وتنفع الخشب بتاعها ليه صناعة الاوارب وصناعة الاساس وصناعة التكعيبات العنب وخشبها حلو جدا جدا العمر بتوصل لأحلى عمر لها بعد 30 عام من زراعتها بالبزرة الطول بتاعتها بيوصل للتمانية لعاشرة متر فبتبقى مفيدة جدا في عمل مصطات الرياح للمزارع ونعملها كمان كحزام حوالين المدن حزام اخضر جميل بيعملين تثبيت الكزبان الرملية فبيمنع الزحف الصحراوي على المدن وعلى المزارع كمان معلومة ليكو حلوة فكرتوني بيها لما اكي اعمل مزرعة واعمل مصط الرياح ما اعملش المزرعة داير ميدور حواليها لأ فيه ناس بتحب تعمل داير ميدور على اساس ايه؟ مش مصط الرياح قول انا بعملها عشان اعرف حدود مزرعت اقول والله كل المزرعة اللي حوليني الشجر ده بتاعي بس ما تقولش اللي انا بعمل مصط الرياح ان المصط الرياح ليه مواصفات ليه اشجر معينة وليه مسافات زراعة بين الشجرة والشجرة ولازم يكون في اتجاه معين ايه هو؟ اشوف الرياح جاية منين؟ الرياح جاية منين؟ اعمل مصط الرياح على حرف V حرف سبعة تمام؟ ويكون المزرعة في القلب فالهوى لما ييجي يلاقي المصط دا اما لما اعملها داير ميدور فانا بعمل نوع من انواع توقف الهوى جو المزرعة فبالتالي بيحصل لي مشاكل كتيرة جدا جدا فلازم بإذن الله اعمل لكم حلقة عن موضوع مصط الرياح والاشجار لها نيكن موضوع حلقة النهاردة اللي هي الشجرة الجميلة الممتازة اللي انا واقف وراها حتى تلاقي فيه الظهور بتاعتها الحلوة الصفرة الجميلة الشكل دا اهم حكا كمان عايزكم ان انتوا تحبوا الطبيعة حبوا النباتات الله سبحانه وتعالى لما تيجي تقرأ كده في في قصص الانبية وكيف الله سبحانه وتعالى خلق الكون فتلاقي ان الله خلق النبات قبل الحيوان وخلق النبات والحيوان قبل الانسان خلى الانسان اخر حاجة في خلقه عشان يبقى نازل كده منعم في ملك الله سبحانه وتعالى فالنبات فيه ناس تقولك يعني انا لازم النبات اللي انا زرعه بالبذرة لازم اعمله تطعيم عشان ينتق سمر هو النبات ما ينفعش ان احنا نعمله إلا بالترئيط ولا ولا اقول لك جوبتك على السؤال كتير أول في تعليقات الناس النبات موجود على وقه الكرة الأرضية قبل الانسان بملايين السنين كان عايش لزيجل كان مستنى الانسان عشان يعمل له تلقيح ولا ترئيط ولا تطعيم ولا زرعة أنسجة عشان ينتج كسمر لا إنه باك كان متعايش وكان بيخرج البزور بتاعته إما عن طريق الهوى إما عن طريق المية إما عن طريق أنواع كتيرة جدا يعني أنا معلومة ليكو بارتو خلونا أتكلم معاك وطلع لكوايا كده من معرفة والناس اللي بتحب تقولك أنت بترغي كتير أقول له احترم نفسك وقف سابت في مكانك ما تتعداش حدودك في الكلام والحوار في رحلة الكوكونات أو كوز الهند أنا استغربت أول من الرحلة دي إن أنا لقيت إن في بعض الدول الكوكونات مثلا تابع يبقى موجود على الشواط تنزل السمر تمشي مع موق البحر والمحيط لغاية لما توصل لتول تانية بعيدة في الرحلة دي القشر خرجها بتشبع بالمية يتلاقي من جوه ليه في اللي حوالين الكوكونات دوت ولا كوز الهند يفلطرها توصل المية جوه للبزرة حلوة توصل للشط تبتأ على طول في التنبيت الله سبحانه وتعالى هو اللي عمل حكمته في ده تلاقي في نباتات تانية مثلا زي النبات بتاعنا بتاع النهاردة الصمرة بتاعته شديدة المرارة ليه؟ عشان يحافظ على النبات بتاعه من الحيوانات والبزرة بتاعته برضو فيها ميزة البزرة بتاعته اهي يعني انا كيبتهلكو بالعافية انه مش في وقتها دلوقتي اهي الشكلها الصمت اكاسيا واصناف الاكاسيا كتير البزرة بتاعته شديدة الصلابة ومنعملها معاملات عشان نقدر نسرع على الامبات زي نقول ايه المعاملات بتاعت البزرة اول حاجة فاكرين حلقة ماء الاكسوجين منجيب ماء الاكسوجين دا ونحط البزرة لمدت 20 دقيقة ونخطها نشطفها كويس ونزرع او نحطها في حمت كابريتيك مركز لمدت دقيقة واحدة اقصى حاجة تقتين وبعد كده نزرع طيب معانتيل تاول دا لماء اكسوجين ولا حامض جيب البزرة اهي ومن الجنب خدل خفيف قوي تمام اهو زي ما انتوا شايفين بالمنظر دا وانقحف الماء المتت يومين 3 واخدها ازراح هتلاح حتى القشرة اه فشرت كده وبقت ايه عليها زي اشر خفيف كده بني وازراحها في الترب طيب الطبيعة هو كان فيه ماء اكسوجين بقى وحمد لا اقولك الحيوانات كانت تاكل في بعض الحيوانات عن طريق ما اكترى ان هي تتحمل مرارة الصمرة لما يدخل المعدة الاحماض بتاعت المعدة بتقوم بالحمد الكابريتيك بتقوم بماء الاكسوجين بتقوم بالتفاعلات داية فتنزل مع مخلفات الحيوان البزرة خلاص خدت معاملة الحمد اللي في المعدة تنزل مع مخلفات الحيوان تسمد عضوي ممتاز مع المطر مع الجو مع الطبيعة بتتحلل الاسمدة العضوية بتطلع البزرة تلاقي الجو المناسب يا سمات مية طبيعة تنبت الله سبحانه وتعالى هو اللي عمل ده مش احنا احنا بنتعلم من حكمة الله في تكون والنبات اللي دايما يحب علم النبات يلاقي ان هو لو ركز فيه علوم رهيبة كل يوم هتقول سبحان الله في كل شيء نرجع لمرقوعنا الشجرة الجميلة الممتازة تي احنا كده عرفنا طريقة البزرة امتى اي تكاثر انت عايز تغمت عينك كده وتقول ايه انا اعمل ايه اعمل تكاثر ايه تطعيم ترقية تطعيم ترقية بزرة عقلة كل شيء في الربيع الدنيا تعباك اخر الصف في بتيت الخريف بس تخلي بالك النباتات متسقطة الاوراق ما تعملاش في الخريف اعملها في الربيع بس فقط لغير ان انت لو عملتها في الخريف ما وتخر عليك الحطة اتسقط الاوراق فهتموت منك لو النبات زغير فاعملوا في الربيع نباتات مستتمة الخضرة اعملها في الربيع وفي نهاية الصف وفي نهاية الخريف اتفقنا تي معلومات لكم النهاردة في الحلقة بتاعتنا الجميلة دي الشجرة دي بتنفع التربة بتاعتها تكود في جميع انواع التربة الوطن العربي من اول الطينية دي مشهورة طبعا في دولة السودان الكريمة الاصيلة الدولة دي هفضل فخور بيها من هي لو فيها ادارة مسؤولة عن فيها هتقدر تأكل وطننا العربي كله كله لحوم وخضروات وفواكه وملز وطن جنت جنت الوطن العربي دولة السودان بجد موجودة في الخريق العربي موجودة في تول كتير نهتمي بيها هتمنعنا من الزحف الصحرحوي تتحمل العطل تحمل الملوح من دراجات كبيرة في ايه تاني ما قلنا وش في الحلقة في ان احنا نقول التسميت مرة واحدة في الشتاء عضوي كل 3-4 شهور اديها سماد NPK هتاخد منها نمو ممتاز جدا مع الرعاية بالمية لو انت هترعاه وهتعايز منها كشكر خشب هترعاه بالتسميت بالتسميت العضو تسميت الكيماوي بالمية هتلاقي في نمو لها ممتاز هتلاقي منها محصول حلو بعد 12-15 سنة وتقتر منها تقطع خشب وتطلع ويبتلك جدد لك الشجر من تاني مفيتة للنحالين مفيتة لمنع هبوب الرياح الترابية على المدن ممكن كمان لو انت عنتك زيادة من المية الندكة من محطات الصرف الصحي فانت ممكن تزرع احزمة من الاشجار حوالين المدن وتستفدت المية الصرف الصحي في تخزية هذه الاشجار هتكون اول حاجة هتقطع على خروج المية دية للانهار والبحار ويعمل تلوث بيء لأتي الشجر عندما اكتر ان هو ينمو على هذه المية بجانب ان احنا مش مناخد منها حاجاتنا كلها مع العلم ان النبات ده الورق بتاعه مفيد جدا جدا لمكافحة التزونتاريا وامرات اللسى وامرات مشكل المعدة فلو انت هتاكل من الشجرة ما تستعملش مياه الصرف الصحي لو مش هتاكل خلاص رجاء تكون حلقة مفيدة لمجتمعنا حلقة مفيدة للوطن العربي تحياتي لكم جميعا ومع ألف السلام